اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسوسن وسمية وبعد حصول سامير غانم على شهد السنوية العامة التحق بكلية الشرطة ولكنه فشل فشل زريع وسقط سنتين وراء بعض فترك كلية الشرطة والتحق بكلية الزراعة جامعة اسكندرية وعلى فكرة فنانين كتير اتخرجوا من كلية الزراعة زي عادل امام وجورج سيدهم ومحمود عبدالعزيز ومتحة مرسي والمخرج محمد فاضل يعني كانت اسمها كلية النجوم وزمان كانوا بيعملوا العروض على مسارح الجامعات وكانوا مخرجين كبار بيحضروها وكانوا بيختاروا منهم وجوه جديدة من خلال مسارح الجامعات وكان سامير غانم مشهور جدا على مسارح الجامعة وكان معروف بالموهبة وخفة الدم ومن خلال مسارح الجامعة اتعرف على الفنان وحيد سيف اللي كان في كلية الأداب جامعة اسكندرية وتعرف أيضا على عادل نصيف وكانوا بيعملوا عروض استعرضية وكونوا فرقة اسمها أخوان غانم وكانوا بيغنوا في الأفراح والحفلات وكان سامير غانم الدينامو بتاع الفرقة وكان هو اللي بيقلف ويعمل لسكتشات وكانوا بيغنوا في كازنو سبرتنج في اسكندرية وكان عمر الجزاوي هو نجبل كازنو ولازم هو يعمل النمر الكبيرة يعني النمر الكبيرة كلها بتكون محجوزة لعمر الجزاوي وكل الفرق كانوا ليهم النمر الصريرة المهم ما قعدوا فترة على كده وعلى فكرة سامير غانم وهو في الجامعة كانت البنات بتحبه ودي قالها وحيد سيف في برنامج ساعة صفا مع الإعلامية والفنانة صفا أبو السعود وكان عايق جدا سامير غانم ما كانش لسه شعر وقع وقتها وبقى أصلع ولكن كان وسيم والبنات في الكلية كانت بتموت فيها المهم سامير غانم اتعرف على جورجي سيدهم لأنه كان مكسر الدنيا على مسرح الجامعة في عين شمس فقاله لو فاضي أبقى تعالى اشتغل معنا في الصيف ففي برنامج في التلفزيون اسمه مع الناس وكان وحيد سيف وقتها موظف وعنده شغل في اسكندرية فسامير غانم وجورجي سيدهم وعادل نصيف عملوا اسكتش اسمه سلامات حول العالم شافهم المخرج محمد سالم من قطو في المونتور فأعجب بيهم جدا ورح نذلهم وقال لهم أبقى تعالوا لي على مكتبي فلما رحولوا المكتب قال لهم احنا هنعمل فرقة أضواء المسرح فأطلق عليهم اسم السلاسي أضواء المسرح في الوقت ده كان عادل نصيف جهز نفسه للسفر للخارج وبالفعل عادل نصيف سافر بر مصر فحصل ضربه في الفرقة لأنه وحيد سيف كان موظف في اسكندرية وعنده شغل فما يقدرش ينزل القاهرة كتير وكان سامير غانم بيعرف الضفة أحمد فبالصدفة كده سامير وجورج شافوا الضيف في محطة مصر ومسافر في الأوتوبيس راحوا نزلوه من الأوتوبيس وقالولوا انت تشتغل معانا مكان عادل نصيف وأقنعوا الضيف فراحوا هم الثلاثة للمخرج محمد سالم فلما محمد سالم شاف الضيف أحمد قال إيه ده إيه اللي انتوا جايبينه معاكو ده ده إرد سامير غانم قال يا أستاذ محمد دهايل وهيكسر الدنيا راحوا بدأوا بكتموته وكان الشاعر الكبير حسين السيد محتضنهم في بدايتهم كان بيكتب لهم الإسكتشات وكان سامير غانم هو اللي بيلحن بعض الإسكتشات يعني إسكتشات كتير جدا للثلاسي كانت من ألحان سامير غانم عملوا كتموتو ودكتور الحقني وبقت الإسكتشات بتاعتهم في فترة الستينات كانت مكسرة الدنيا وعملوا أفلام كتير زي آخر شقاوة وممتهى الفرح وثلاثين يوم في السجن وشباب مجنون جدا وأفراح وشاطئ المرح والشقيقان وفرقة المرح والحرامي والعمل سبعة وسبعين والزواج على الطريقة الحديثة وغيرها وغيرها من الأفلام وعملوا مصرحيات زي حواديت وطبيخ الملايكة والراجل اللي اتجوز مراته ده غير بقى الفوزير لدرجة أن بنت الرئيس جمال عبد الناصر طلبتهم بالإسم عشان يغنوا في فرحها وقالت للرئيس جمال عبد الناصر يا بابا أنا عايزة دكتور الحقني فجمال عبد الناصر قال لها أنت تعبانة يا بنتي قالت له لا أنا مش تعبانة أنا عايزة التلاتة اللي بيغنوا أغنيت دكتور الحقني فجمال عبد الناصر بعد جابهم علشان يغنوا في فرح بنته وبرضو غنوا في فرح بنت السنات وفي عز النجاح اللي كانوا محققينه السلاسة أضواء المسرح يتوفى الفنان الضيف أحمد سنة 1970 وكان عمره وقتها 34 سنة يعني مات وهو في ربيع عمره وموت الضيف سبب حزن كبير لسامير وجورج ورفضوا أن أي حد تالت يحل محل الضيف وكمل جورج وسامير مع بعض وعمل مسرحية جوليو روميت وموسيقى في الحي الشرقي وفندق الأشغال الشقة وكانت المسرحيات دي محقق نجاح كبير وعملوا مسرحية المتزوجون وأهلا يا دكتور ودي كانت آخر أعمال جورج وسامير مع بعض وفي المسرحية دي جورج يصيدهم هو اللي جاب دلال عبد العزيز وقدمها لسامير غانم وللمخرج حسن عبد السلام وكانت السبب في قصة الحب بين دلال وسامير وسنة 1982 انفصل جورج وسامير فنيا عن بعض فشارخ سامير غانم وعمل بطلات مطلقة كتير يعني في فترة السبعنات عمل فيلم الزوج المحترم ونعمل النساء وإلى المأذون يا حبيبي والمزكة في خطر ده فترة السبعنات وفترة التمانينات برضو عمل بطلات كتير زي حسن به الغلبان والرجل الذي عطس وتجيبها كده تجيلها كده هي كده فشارخ سامير غانم في التمانينات وفلق كتير عن جورج جورج بدأ نجوميته تتراجع وقدم برضو في التمانينات عدد من المسرحيات النكحة زي مسرحيات أستاذ مزيكة وجوح يحكم مدينة واخوية هايس وانا لايس وفارس وبني خيبان وغيرها من المسرحيات وفي التلفزيون قدم حكايات ميزو والكابتن جودة وفترة التسعنات عمل مسلسل تزوج وابتسم للحياة والبحث عن السعادة وغيرها من المسلسلات نرجع بقى لأوائل التمانينات وأهم أعمال سامير غانم اللي لسه خالدة وعايشة في ذكرتنا طول العمر اللي هي فوزير فطوطة لما المخرج فهم عبد الحميد سنة اثنين وتمانين أقنعوا أنه يعمل فوزير رمضان وكان سامير غانم خايف جدا من التجربة دي لأنه كان هيتحط في مقرنا مع نيلي ونيلي كانت مكسرة الدنيا في الفوزير وكان كل سنة تعمل فوزير رمضان زي الخطبة وغيرها من الفوزير اللي كانت قبل فطوطة فطبعا سامير غانم خاف من التجربة دي لما أنا أعمل فوزير الناس هتحطني في مقرنا مع نيلي ولكن فهم عبد الحميد قدر يقنع سامير غانم أنه يعمل فطوطة اللي نكحت نجاح كبير وكسرت الدنيا في الوقت ده وكانت مصر كلها لازم تتفرج على فطوطة ونذكر لقاء مع الفنانة الكبيرة مديحة كامل كانت بتقول وانا في معات فوزير فطوطة لو وراي تصوير أو وراي شغل أو عند أي مشوار لازم أسمع فطوطة الأول لو وراي أي حاجة ممكن أأجلها لغاية لما أسمع فطوطة وأنا وبنتي نغني أغانب تتر مع بعض ده كلام مديحة كامل بنفسها فما فيش حد في مصر كلها ما شافش فطوطة والمخرج فهم عبد الحميد استخدم فيها الخدعة البصرية وسامير غانم كان كاركتر جديد فطوطة وسامورة وكان أكتر من رائع وعملوا فوزير فطوطة ثلاث سنين ورابعة اثنين وتمانين وتلاتة وتمانين وأربعة وتمانين والتلاتة نكحوا وكسروا الدنيا والحد تاريخ النهاردة احنا بنعشق فطوطة وكان سامير غانم بعد وفاة الضيف أحمد كان ممكن يبقى نجم صفة أول لأنه عمل أربع أفلام في فترة السبعنات كبطل أول المزكة في خطر والزوج المحترم ونعمل النساء وإلى المأذن يا حبيبي والأربع أفلام نكحوا وعلى المسرح فهو أقول مسرح مفيش كلام وفي فترة التمانينات عمل دفعة أفلام كتير فسامير غانم بعد مرتدى البروكة شكله زي ما يكون صغر عشرين سنة شوف سامير غانم في فيلم تلاتين يوم في السجن سنة ستة وستين وشوف الفوزير فطوطة سنة أربعة وتمانين فرق تمنتاشر سنة ولكن تحس أن سامير غانم في فطوطة شكله أصغر من شكله في فيلم تلاتين يوم في السجن لأن الشعر غير شكله خالص وهو ملامح وشه حلوة وعوده متناسق يعني كان يتمتع بقدر كبير من الوسامة وينفع في الأدوار الرومانسية لأن سامير غانم وسيم يطلع يحب سهر رمزي يحب مرفة أمين يحب مديحة كامل نظرا لوسمته وكان أنيق جدا في لبسه وكان عاية أوف نفسه ده غير طبعا أنه هو كوموديان من الدرجة الأولى ولكن مشكلة سامير أنه كان طيب زياد عن اللزوم وكان بيحب يسند زميله فعز ما جات بالفرصة أنه ينفرد بالبطولة المطلقة ونجح كبطل أول وكان مصنف من الكوميديانات الأوائل ما عملش زي عادل إمامه محمد صبحي عادل إمام كان تفكيره استراتيجي ويعرف يختار الأدوار اللي تضيف لرصيده يختار نص جيد يضيف لتاريخه محمد صبحي أيضا رغم أن أعماله السينمائية قليلة جدا ولكن عمل لنفسه مكانه رغم أن سامير غانم يفوقه في الكوميديا ولكن محمد صبحي كان بيختار النص الجيد أنه يعمل كوميديا هدفة زي سوم بالبعد المليون ويوميات ونيس كوميديا هدفة فصبحي عمل لنفسه وضع وشهرة ونجومية أكتر من سعيد صالح وسامير غانم رغم أن محمد صبحي رصيده في السينما ما يتعداش الخمسة وعشرين فيلم سامير غانم وسعيد صالح الواحد فيهم عمل أكتر من ربعمائة فيلم لأن سعيد صالح وسامير غانم ويونس شلبي في فترة التمانينات استقطبتهم أفلام المأولات محمد صبحي رفض تماما الأدوار دي وقال أنا رغم حبي للسينما ولكن ما ينفعش أبيع نفسي ليها أنا أبيع السينما أحسن مبيع نفسي للسينما وفضل محافظة على تاريخه الفني رغم أعمال الأوليلة سامير غانم أهم شيء عنده أنه يضحك الناس مش مهم عنده إذا كان النص هادف أو مش هادف أعمال سامير غانم كانت للضحك فقط أهم حاجة عنده يسعاد الناس أنه يضحك ويدحك الناس أصلي ما قطوع من شجر يا فن حتى بسي تعيش انت فتلاقي عادل أمام ومحمد صبحي نجموهم أعلى من سامير غانم وفيه نقطة كمان مهمة جدا أن سامير غانم ممكن يطلع سانيد لزميله يطلع مثلا دور تاني مع نور الشريف مع محمود ياسين مع محمود عبد العزيز مع حسين فهمي مع عادل إمام أما محمد صبحي من بعد فيلمه أم كل زيزو حبيبي ما يطلعش دور تاني أبدا حتى لما عمل فيلم مع محمود ياسين في فترة التمانينات اسمه بلاغ ضد إمرأة اتكتب محمد صبحي ومحمود ياسين مع بعض ما تكتبش محمود ياسين الأول لا اتكتب محمود صبحي معاه فده الفرق ولكن سامير غانم لا يقل عنهم شعبية ولا جماهيرية بل بالعكس ممكن جماهيرية سامير غانم وشعبية سامير غانم تفوق شعبية محمد صبحي محمد صبحي ليه جمهور كبير بس سامير غانم شعبيته تفوق شعبية محمد صبحي وسعيد صالح أيضا شعبيته تفوق شعبيته محمد صبح بدليل ان بعد وفاة سامير غانم الناس كلها كتبت عنه على الميديا والميديا تقلبت وظهر جدا حب الملايين لهذا الكوميديان العظيم والرئيس السيسي اطلق اسمه على احد الكباري كبري سامير غانم وسامير غانم شارك عادل امام في افلام كتير زي ممنوع في ليلة الدخلة و24 ساعة حب وجنس ناعم والبعض يذب المأذون مرتين واسكياء لكن اغبياء ومغامرون حول العالم كان سامير غانم في الافلام دي بيبقى متفوق على عادل امام في الكوميديا ولكن فيلم جواز على الهوى وممنوع في ليلة الدخلة ورمضان فوق البركان كان عادل امام بيبقى واخد الفيلم كله وسامير غانم بيبقى ضروره مش كبير قوي جنب ضرور عادل امام ولكن برضو بيكون ليه الطلب بتاعته والجمهور بيبقى حابب الشط اللي بيظهر فيه سامير غانم وزي ما قلت لحضراتكم ان سامير غانم كان غول على خشبة المسرح ملك الارتجال بيعرف يضيف للنص حتى لو النص مش مكتوب كويس سامير بيعرف يضيف من عنده ويدحك الناس بيعرف يخلق القف فيه يعني في احدى المرات سامير صبري فقال نيلي في مهرجان بجونا مين احسن كوميديان قالت سامير غانم شكار في احد لقاءتها قالت برضو احسن كوميديان سامير غانم يسرى لما سألها عمر بن مصطفى متولي وقال لها مين مزراب ضحك قالت سامير غانم برغم حبها العادل امام وانها عملت مع عادل امام ثنائيات كتير لكن لما سألها مين مزراب الضحك قالت سامير غانم ونلاحظ هنا ان سامير غانم عاش طوال مشواره الفني ما عندهش خصومة مع حد ولا عنده غيرة من ناحية حد لان مهنة التمثيل دي بالذات تلاقي فيها مشاكل كتير ده غيران من ده وده نفسا من ده وفلان بيحقد على فلان وفلان عنده مشاكل مع علان الا سامير غانم كان شخص سوي عمره مزع الحد ودي قالها الفنان محمد صبحي بعد وفاة سامير غانم الفنان سامير غانم انسان سوي عمره مزع الحد وبرضه الفنان سامير صبري الاتنين دول بالذات عمره مزع له حد ربنا ارحمهم دي كانت نبذة مختصرة عن حياة الفنان الكبير سامير غانم الفنية بالنسبة لحياته الشخصية هو اتجوز ثلاث مرات الزيجة الاولى كانت صوملية ودي كانت بتحضر كل العروض المسرحية لسامير غانم وكانت مغرمة به جدا فاتجوزت سامير غانم وقعد معاها شهرين وانفصل عنها الزيجة التانية جدت كده على غفلة وكانت هزار في هزار مجموعة كده مع بعض بيتحكوا وبيهزروا فهي اترهنت على سامير غانم انها تتجوزوا وفي الاخر سامير تفاجئ انهم جابوا المأزون ولقى نفسهم اتجوز بعد اسبوع اتطلقوا الزيجة التالتة هي الفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز اللي كانت بتعشق سامير غانم بجنون وكانت بتجر وراه بالمشوار اشتغلت معاه في مصرحية اهلا يا دكتور وفيلم يا رب ولد وكله قال لدلال سيبك منه ده مش بتاع جواز حتى جورج سيدهم اللي هو اقرب مليه قال لها سامير مش بتاع جواز وفعلا سامير كان عاشق للحياة وللحرية وشايف ان الجواز بالنسبة له تكتيفة اما دلال عبدالعزيز حربت عشانه فلما دلال عبدالعزيز صرحت سامير غانم بحبها ليه قال لها انا اكبر منك باكتر من عشرين سنة قالت له مش مهم واسناء تصوير فيلم يا رب ولد فريتشوء قال له يا لدل بيتة حلوة دل بيتة بيضعو زي القشطة فاتجوزها سنة اربعة وتمانين وكان عمره سبعة واربعين سنة وهي كان عمرها اربعة وعشرين سنة وانجب منها الاثنين دونيا وايمي وهم الاثنين حاليا من المشاهير دونيا اتجوزت الاعلامي رامر اضوام وايمي اتجوزت الفنان حسن الرداد وبتاريخ 30 ابريل 2021 اتفاجئنا بخبر نقل الفنان سامير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز للمستشفى بسبب اصابتهم بفيروس كورونا اللي اصاب عيلة غانم كلها ايمي ودنيا وحتى اخوه حسام ولكن المرض اتمكن من سامير غانم ودلال عبدالعزيز فاصيب سامير غانم بتلايف في الرأتين وفشل كلوي واشتد عليه المرض ويوم الخميس 20 مايو 2021 توفي الفنان الكبير سامير غانم عن عمر يناهز الاربع وتمانين عام رحم الله الفنان الكبير سامير غانم عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة جورج اوبراهيم